ليش زمالك كسب الأهلي ببساطة؟ أولاً بس عايزين ندي عواد حقه عشان إحنا ما التوتري عواد في الأول بس لا يجيله أكثر ياريت عواد عمل مباراة يستحق شادة جمهورنات الزمالك ويستحق إنه هو يكون واحد من نجوم هذه المباراة لأسباب كتيرة جدا أسباب إن حارس كان بعيد الفترات السابقة بشكل كبير جداً عن نات الزمالك لحد ليلة المباراة هو عارف إنه مش هيلعب فهو مش مهيق نفسه بشكل كبير جداً مش متهيئ إنه هو إن أنا الحارس الأساسي اللي هبدأ المباراة طبعاً لولا إصابة محمد صبحي في التوقيتات القاتلة قبل المباراة واستبعاده فالراجل ابتدى يأهى نفسه كان لي دور كبير جداً في أكتر من تصدي خلال المباراة بشكل كويس جداً منهم الكرة السابقة بتاعته سامة أبو علي منهم الكرة بتاعت تصويب حسين الشحاد ضربات الجزاء قدر إنه يتصدى لضرب الجزاء عشان يخلص بيها نتيجة المباراة لصالح ناتذة مالك في بطولة كبيرة فبقى بأمانة جديدة لازم ندعوات حقه ونقول إنه واحد من نجوم هذه المباراة عظيم دي الزمالك كسب الأهلي الزمالك كسب الأهلي عشان أنا بحب المدرب اللي بيعرف هي راهن على لعبته وجميز راهن على فكره وعلى لعبته جميز ملاعب بطريقة 4-3-3 ولعب بدونجة بس في نص الملعب راهن على حاجة واحدة بس أو حاجة على حاجتين حاجة الأولى إن لعبته الزمالك لعبه مهرية وعندها الكنترول بتاع الكورة عالي جدا فهو مش هيعرف مش هيفقده الكورة بشكل كبير راهن على المعدلات البدنية إن لعبته الزمالك وقف على رجليها بشكل كويس أوي بدنية فالتنين دول الدوله خلاص الارتياحية إنه يستحوز على الكورة في فترات كبيرة جدا من عمره المباراة وإن إزاي يبني ويطلع بكورة من تحت الفوق عشان يوصل للخطوط الأمامية للنادي الأهلي وقتلت الدفاع للنادي الأهلي قدر هو يشتغل بده بشكل كويس جدا قدر يشتغل بده كويس جدا قدر يستغل مهارة ناصر ماهر قدر يستغل من مهارة زيزو قدر يستغل من مهارة عبدالله السعيد ما كانش مساعده قوي شلبي ما كانش مساعده بشكل كبير جدا إنما في الآخر قدر تغييراته اللي قدر يعملها إنه يلعب باتنين مهاجمين في آخر ربع ساعة من عمره المباراة قدرته للأفضلية طبعا بهدف ولا أربع لناصر منسي قدر يدينه الإرتاحية بشكل كبير جدا واضح إنه كان مذاكر النادي الأهلي بشكل كويس قوي واضح إنه كان محفظ اللعيبة بشكل كويس جدا إزاي إحنا هنكسب النهاردة وما كانش عنده لغة إنه إزاي هنكسب والمدربة ما بينقل الصقافة دي اللي لعبته طبعا بيكون ليه دور كبير جدا في فكره حاجة تانية كان من عوامل المكسب نادي الزمالك عن نادي الأهلي ونا مش عارف يعني يعني مش حاولين أحطه في جملة الكلام اللي حصل قبل المباراة بشكل كبير جدا حفز اللعيبة طبعا يعني فيه قائد اسمه شكبالة وفيه مجموعة لعيبة كبيرة موجودة في الفرقة قدروا يجمعوا كل اللي تقال من كل واحد اتكلم والتريع على لعبة نادي الزمالك وعلى نادي الزمالك وإنه هما ما يسفروش وما يروحوش وإن الأهل أفضل وإن الأهل أحسن وإن الأهل هيكسب كل دي قدتهم دوافع إن أنا مش هنزل أعمل حقا إن أنا هقاتل عشان أكسب هذه المباراة فدي كلها عوامل قدت النجاح لنادي الزمالك مين كان أفضل لاعب في المباراة عبدالله السعيد عبدالله السعيد أه بالله منازع طبعا وأفضل واحد بره على الخط أكتر من جميز كان شكبالة شكبالة طبعا وقد تفرق على كل كورة كان بيجري يحطها والزمالك خسران شكبالة قائد بمعنى الكلمة وقائد ليه لأسباب كتير جدا مش عشان إنه هو كان واقف بس بيحمس اللعيبة مع اللعيبة بس لا شكبالة كان بيحفز اللعيبة بشكل كبير بره الملعب وجوه الملعب صح شكبالة كان ليه دور إيجابي جدا يستحق الإشادة به إنه لعيب كبير بتلعب في المباراة كبيرة بتلعب في المباراة سوبر ومن حقه إنه هو كنجم كبير وكنجم بيعشاقه هذه الجمهور إنه يلعب ويشارك ويبقى في اللحظات دي اللعيب من جوه وإحساس اللعيب إنه أنا ما بشاركش أنا قسرانة عايز أنزل أعمل أنا كعبي علي لإنه شكبالة من اللعيبة اللي كعبي علي على النادي الأهل بقى يعرف في جيب جون إنه أنا أنزل كل ده تغاضى عنده في سبيل إن النادي الزمالك يحصل على بطولة كبيرة جدا في السوبر الأفريق